بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانه بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء والازدهار للبلد الشقيق راجيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة شكرا